نظرا للأنواء المناخية التي تشهدها سلطنة عمان وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد تقرر أن يكون يوم غد الاثنين الموافق الثاني عشر من فبراير الفين واربعة وعشرين نجازة رسمية للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والعاملين في منشآت القطاع الخاص في جميع محافظات سلطنة عمان باستثناء محافظتي ضفار والوسطى ويجوز تشغيل العاملين في اليوم المشاري إليه إذا اقتضت الضرورة مع مراعاة التقيد بالاحترازات العامة واشتراطات الصحة والسلامة المهنية على أن يتم تعويضهم عن تلك المدة حفظ الله الجميع من كل مكروه وجعلها الله وامطار خير يعم بنفعها البلاد والعباد وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت قرارا بتعليق الدراسة يوم غد الاثنين بكافة المدارس الحكومية والخاصة والدولية لجميع محافظات سلطنة عمان باستثناء محافظتي الوسطى وضفار على أن تستانف الدراسة بعد غد الثلاثاء نظرا للحالة الجوية التي تمر بها سلطنة عمان كما قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التي تشرف عليها وتديرها في جميع محافظات سلطنة عمان باستثناء ظفار والوسطى كما أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية تعليق العمل بكافة مراكز التأهيل الحكومية والأهلية والخاصة ودور الحضانة في جميع محافظات سلطنة عمان باستثناء ظفار والوسطى على أن يستنف العمل بعد غد الثلاثاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة